ان الكابتن محمود قبل كده زمان قاعد معاه قاعدة وقال لي خلي بالك انت بتحقب طولات وكابتن بترفع كسات كتير فلازم تخلي بالك من كل كلمة بتقولها معه لما تجي تشتغل حاجة تشتغل كبير تبدأش صغير الصغير بيبدل صغير والله يازل كلامه وقالوا لي قبل كده فانا في حاجات انت بتتعلمها من الكبار والاساطير ربعا وفي حاجات في ناس تقول لك كلام ممكن يوديك في 60 ده فمش هتسمع كلامهم اساسي فاللي انا عايز اقوله مش معنى اللي انت يا جماعة النواية علامها الله زي ما قلت مش معنى اللي فيه اخلاص جواك وحب للمكان وما بتنساش فضله عليك اللي انت تبقى عايز حاجة انا الحمد لله عندي كل حاجة مش محتاج حاجة مش برنامج هيمحي تاريخ او حيخليك تساند او مش برنامج او تواجد في مكان معاين لان في ناس موجودة انت لما بتقول كده او حد بيردد الكلام ده في ناس موجودة دوري كراجل بفهم في الاصول اللي انا هدعمهم حتى لو انا مش موجود لازم كل الدعم ولو حد بيجيهمهم اوف لو عملوا حاجة غلط برضو معاهم لان ده مني لوني وشكلي وطباعي كل النادي الاهل انه سيستم عمل بيمشي على الكبير والصغاية فانا والله يا كابتن اسلام ما بقف عند الكلام ده حلو يا كابتن اسلامي ماشي ماشي انت مقلت ليش شكرا قدام الناس تاني على الحبيب انا عاود عايرك طول طول الساعتين على الوقت كده طيب بس فمش معنى اللي انت بتعمل حاجة باخلاص جواك يبقى لازم المزايدات انا مش بحب كده ومش بحب السراعات ومش بحب الكلام ده ومش بحب ترد كتير خلاص عملنا ده في وقت معينة كل ما بتكبر بتتعلم وبتندق طبعا ما تكبرنيش بقى ترجعني لشادي بقى اي حد يعني انا بتكلم بشكل عامل انا ارجع بقى للمتهاور اللي بيبقى عنده غيرة اكتر ومتسرع ما اقامش كده فمش معنى الواحد بيتكلم باخلاص وبحب يعني مثلا على سبيل المسال هالكلام اللي احنا قلنا من شوية يترجم لنا بكرة اقول اشاور كده شوف لي التعاقدات كده اسلام عشان انا مش منطق يعني مش منطق شكرا